اهلا بكم متابعي القناة في فيديو جديد قبل ما نبدأ وفضلا وليس عمرا كان ما زلتم مشتركتوش في القناة التفضل بالاشتراك وتفعيل الجرس بشتصلكم كل الاخبار الجديدة والحصرية مش نحكي اليوم على الاعليم وصحب قناة الحوار التونسي سيم الفهري اللي تصنع لي تطورات عاجلة واختيرة برشا نعرف انه سيم الفهري عنده مدة من مغادرة السجن بعد الحكم عليه بثماني سنوات في قضية كاكتيس بروت وتم الحكم بغرامة مالية وعلى اثرها غادر سيم الفهري السجن شفنا انه في الفترة الاخيرة قاعد يحذر في البرامج الرمضانية لرمضان 2022 من بينهم المسلسل الشهير براء اللي ما زال كفاء انها تصوير ما شاهدوا اليوم وحسب مصادر خاصة لاذاعة مزاييكا فيه فانه الدائرة الجناحية لدى المحكمة الابتدائية باريانا قادت امس الثلاثاء واحد في فيفري 2022 غيابيا بالسجن لمدة 14 في حق ميلك قناة الحوار التونسي سيم الفهري وذلك من اجل الاساءة الى الغير عبر وسائل الاتصال السمعي والبصري في قضية تعود الى سنة 2019 والحكم بالسجن على سيم الفهري جاء على خلفية شيكاية جزائية كان تقدم بها الناشط السياسي جوهر بن بارك المتحالف مع حركة النهضة ولكننا نعرف أن الخلافات الكبيرة لبين الرجل الغنوشي وسيم الفهري وهذه ورطة جديدة لسيم الفهري ليعود من جديد الى السجن اشتركوا في القناة